السلام عليكم اليوم نتحدث على شجرة مباركة ولها أهمية كبيرة جدا ونحن نغفل عنها كثيرا هي شجرة السدر ونخصص حديثنا اليوم لجزء منها وهو أوراق السدر أوراق السدر شجرة عريقة مباركة ارتبط اسمها بالتاريخ العربي الإسلامي منذ القدم نجد لها ذكرا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ولم تقتصر فائدة السدر على ظلها الوارف وثمارها اللذيذة بل تعد أوراقها كنزا طبيعيا غنيا بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية وتستخدم تقليديا في مختلف أنحاء العالم العربي لعلاج مختلف الأمراض وتعزيز الصحة العامة قبل التطرق لفوائد ورق السدر عزيزي المشاهد أرجو منك النزول وعمل لايك واشتراك فضلا وليس أمرا فوائد أوراق السدر للشعر تقوية الشعر ومنع تساقطه تعرف أوراق السدر بقدرتها على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الشعر معالجة القشرة والقمل تستخدم أوراق السدر كمضاد طبيعي للفطريات مما يجعلها فعالة في علاج القشرة والقمل كما أنها تنظف فروة الرأس وتعالج الحكة والتهاباتها تنعيم الشعر وإعطائه لمعانا تغذي أوراق السدر الشعر وتنعمه وتكسبه لمعانا طبيعيا كما تساعد على التخلص من التشابك وتسهيل تسريح الشعر تعزيز نمو الشعر تحفز أوراق السدر نمو الشعر بشكل صحي وكثيف حيث تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس وتغذي بصيلات الشعر فوائد أوراق السدر للبشرة تنظيف البشرة تستخدم أوراق السدر كمنظف طبيعي للبشرة حيث تزيل الأوساخ والشوائب وتفتح المسام معالجة حب الشباب تساعد أوراق السدر على علاج حب الشباب والبثور لأنها تقلل من إفراز الزيوت وتقاوم البكتيريا المسببة لحب الشباب تفتيح البشرة تستخدم أوراق السدر لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة وتوحد لون البشرة وتطفي عليها نظارة وإشراقا ترطيب البشرة ترطب أوراق السدر البشرة وتنعيمها وتحارب جفافها وتقلل من ظهور التجاعيد فوائد أوراق السدر للجسم تعزيز صحة الجهاز الهضمي تستخدم أوراق السدر لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال وعسر الهضم كما تساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية تقوية جهاز المناعة تعزز أوراق السدر مناعة الجسم وتقاوم الأمراض لأنها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسيدة خفض مستوى الكوليسترول تساعد أوراق السدر على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية تنظيم ضغط الدم تساعد أوراق السدر على تنظيم ضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم طرق استخدام أوراق السدر منقوع أوراق السدر تنقع أوراق السدر في الماء الدافئ لمدة ثلاثين دقيقة ثم يستخدم المنقوع لغسل الشعر أو البشرة مسحوق أوراق السدر تطحن أوراق السدر المجففة ناعماً ثم تخلط مع الماء أو الزبادي أو الحليب لتكوين عجينة تستخدم كقناع للشعر أو البشرة شاي أوراق السدر تغلى أوراق السدر في الماء ثم يشرب الشاي الناتج دافئاً احتياطات عند استخدام أوراق السدرة يجب التأكد من عدم وجود حساسية من أوراق السدرة قبل استخدامها ينصح بتجربة كمية صغيرة من أوراق السدرة على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامها على مساحة واسعة يجب تخزين أوراق السدرة في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس ختاماً تعد أوراق السدرة كنزاً طبيعياً لما تحتويه من فوائد وعلاجات لذلك يجب علينا عدم إهمالها ترجمة نانسي قنقر